هل أقول لك أخبارنا النهاردة ونبدأ بالنادي الأهلي نادي الأهلي خلاص استقر على إغلاق ملف المفاوضات مع البركيني محمد كانوتي ده بسبب أن اللاعب بيغالي جدا في شروطه الملايا اللاعب هو وكيله الأهلي بلغ مارسل كولر بصعوبة ضم اللاعب البركيني خاصة في ظل مبالغات كبيرة جدا في الأمور المالية اللي بيطلبها وكيل أعماله واللاعب نفسه إدارة النادي الأهلي تحفظت أيضا على مستوى اللاعب الحالي وتم إقناع كولر بالبحث عن مهاجم أجنبي آخر من أجل التعاقد معه بالمناسبة جلسة كولر الأخيرة مع لجنة تقليط وكابتن محمود الخطيب شهدت مناقشة بعض الأسماء الأخرى لتدعيم هجوم الفريق بعد إغلاق ملف محمد كانوتي على فكرة أنا برضو مش شايف بمهاجم فلتة لا يعني كبير ما يستحقش الأرقام اللي هو بيطلبها أو المبالغات المالية مع النادي الأهلي بيطلبها اشتركوا في القناة